ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جلسة المجلس التنفيذي وتضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي إسنا والطود كما تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل الاجتماعي وبدأ إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق التراوط بين جميع أجهزة الدولة المعنية وصرعة التعاون مع أي مواقف طريقة كما نقشت الجلسة تخصيص مساحة لصالح مدرية الشؤون الصحية بالأقصر لإنشاء مجمع محارق التخلص الآمن من النفايات الطبية ووجه ألهم بتشكيل لجنة تضمن الجهات المعنية كافة لمعينة واختيار الموقع المناسب كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت بخصوص تطوير شبكة الطرق بمركز ومدينة أرمنت وتم سعراد آخر مستجدات المركز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وملفات التقنين والإزالات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر